بالتزامن مع لقاء أستان الثاني تتعالى تأكيدات الدول الضامنة وعلى رأسها روسيا أن تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا هو الهدف الأساس من هذا اللقاء بعيدا عن طرح أي قضايا تعرقل التوصل إلى ذلك الهدف هي إحدى المقدمات الرئيسية والأساسية والضرورية لقيام جينيف أو الذهاب إلى جينيف من أجل فتح المفاوضات على مصرعيها بجينيف بالحوار السوري والاتفاق على كل الإشكالات القائمة الأرضية الأساس التي جمعت الأطراف الخارجية العاملة على تثبيت وقف الأعمال القتالية هي القضاء على الإرهاب ولكي تكون الجهود المبذولة فاعلة يجب أن ترتكز في عملها على التنسيق فيما بينها والتنسيق مع دمشق يأتي بالمقام الأول لا يمكن بدون التنسيق مع الجيش العربي السوري ولا بشكل من الأشكال وإن كنت في زاوية ما أشك بموضوع هذا الشعار كلمة حق يراد منها باطل بأن الأطراف التي تدعي بمحاربة الإرهاب في سوريا وعلى رأسهم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية الراعية الأساس والسعودية فأنا أشك أن تكون عازمة على مكافحة الإرهاب بشكل حقيقي طالما هم رعاة للإرهاب اتفاق الأطراف في أستنى على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا من شأنه أن يحدد بوصلة هذه الأطراف وتحديد وجهتها وإثبات حسن النية في محاربة الجماعات الإرهابية عندما يغلق ملف أستنى على الاتفاق لتثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا يفتح الباب واسعا أمام الجهود الدبلوماسية للجلوس إلى طاويلة الحوار في جينيف المرتقب من دمشق يما مواكد الإخبارية السورية